السلام عليكم ورحبا بكم معي بقناة كوزين حافظات الدس كوت كنت تمنى تكونوا كاملين باخر والاخر وانتم كتشاهدوا معي الفيديو ديال اليوم من بعد ما شاركت معكم فيديو سابق قريش لات مالحين اليوم جيت باش نشارك معكم قريش لات حلوين تومك يجي ورائعين والدادين مقرمشين وسهلين في التحضير يعني باعجينة واحدة هنا يخرج منها جوش ديال الاشكال يمكن تخرجوا منها تأكثر ولا يمكن لكم تخرجوا منها شكل واحد وقد يعطيكم كمية اللي هي كتيرة وقريش لات اللي تكونوا يعني رائعين وسهلين في الخدمة الي كنتوا اول مرة تزوروا القناة ما تنسوش انكم تشتركوا فيها بالضغط على زل اشتراك الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بوصفات المقبلة فابقوا معي غادي نشوفوا المكونات بطريقة التحضير فبالنسبة للمكونات كيف ما كتشوفوا معي هنا اخديت مية وخمس وعشرين جرام ديال زبدة هنا استعملت زبدة حيوانية اي سبيسيال في مكلكم تاخد محتى بالمارغارين وعملت نصف كأس ديال الزيت نباتية فإلى عملته المارغارين تقدروا كأس ديال الزيت نباتية وعندنا كدالي كأس ديال السكر سانيدة وعندنا كأس ديال زنجلان وعندنا كأس اللاروب ديال الما وعندنا هني اخديت ملعقة كبيرة ما بين النافع وحبة حلاوة انا هني عندي مطحونين بكلكم تستعملوا متحبوب وعندنا بيضة كاملة وقليل من الملح وخمارة وعندنا هني سبعمية وخمسين جرام ديال الدقيق اي ما يعادل سبعة الكيسان ونص ديال الدقيق هنا يفقينا فاش غدي نخدم المكونات خديت زبدة والزيت وسانيدة وغدي نخدمهم مع بعض مزيان فهنا هني غدي نخلط زبدة وسانيدة والزيت احسن تكون زبدة بحرارة ديال المطبخ يعني ما تكونش تقاسحة باش تجيكم يعني سهلة في الخدمة وضغياء الدوب لكم وهنا يا ضفت البيضة بيضة كاملة والقليل من الملح تقريبا ربع ملعقة صغيرة ديال الملحة وهنا يا ذاك النافع وحبة حلاوة انا هني عندي مطحونين ملعقة كبيرة وضفت كاس اللاروب ديال الماء يمكن لكم تعودوا الماء بالحليب فانا هني استعملت غير الماء كيف ما شفته معايا هني من بعد الماء غدي نخلطهم يعني مزيان مع بعض يعني تتيندمجوا مع بعض وهنا يا عملت زنجلان وحنا كنخلطه يعني باش المكونات تتخلط مع بعضها ودخل في بعضياتها سوف هنا يا من بعد ما خلط المكونات اللولة كاملة دابا غدي نبدأ نضيف الدقيق وغاد نبدأ نخلط بالأيد ديالي وهنا يا ضفت الخمارة وغاد نبدأ نجمع يعني الخالط كيف ما قلت لكم انا هنا ياخدارية تقريبا 750 جرام ديال الدقيق حيتاش كي بقى يعني الدقيق على حسب النوعية كين الدقيق اللي كيتشرب وكين الدقيق اللي تيكون عادي فتبقوا تضيفوا الدقيق بشوية بشوية ونتم ما كتجمعوا حتى كتحصلوا على واحد العجينة او خالط اللي تيكون ارتب بهذا الشكل هذا يعني ما تضيفوش الدقيق لدقة واحدة باش ما تجيكمش قاسحة خاصنا نحصلوا على عجينة اللي كتكون ارتباها سفي هنا يا من بعد ما اجمعتها غاد نقسمها على جوج وغاد نديرها في بلاستيك غذائي ونخليها في تلاجة واحد مدة ربوع ساعة هنا يا من بعد ما اخليتها في تلاجة شوية يعني غير شدت لي راسا شوية غاد نخديتها باش غاد ندلكها بدلك غاد نسرحوها أنا هن انا غاد نسرها على حسب اللاطة اللي عندي دي الفرن يعني تما غاد تسرحوها على حسب اللاطة اللي متوفر عندكم فغاد ن عندي اللاطة يعني طويلة كبيرة فغاد ن نسرح يعني العجين على شكل يعني طولي مصا طيل اللي تكون طويل صفي هنا يا من بعد ما يعني سرحت العجين على هذا الشكل هذا كيف ما شاهدوا معايا يعني ما كتكونش يعني مرقيقاش وما غليضاش باش كتنحصلوا على قريشلات لتكونوا مقارمشين سوف هنا يا خديت القطعة هذه الآدات اللي يعني اللي كنقطعوا بها تقدروا تستعملوا حتى الجرارة أو لتستعملوا حتى السيكين يعني أي آدات متوفرة عندكم ممكن تقطعوا بها على هذا الشكل هذا سوف هنا يا من بعد ما غدي نقطعها كيف ما كتشوفوا معايا غدي نقطعها على شكل مربعات على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا الطريقة راها سهلة وكتعطكم واحد الكيمية اللي كتيرة وكت يعني كتحس تتحضرهم بسرعة فهدي طريقة سهلة اللي تخرجوا من واحد الكيمية اللي كتكون كتيرة وكتبجدوها ضغية صفي هنا يا غدي نضيرها في اللاطة دي الفرن أنا ضروري ساعدكم شي حد يعني معاكم باش تحطوها في اللاطة باش ما تخسرش ليكم غدي ندخل هالفرن دي تكون سخون وغدي نطيبوها على نار اللي كتكون مهيلة من تحت وعد نشعلو لها من الفق وهنا يا دك النصف تاني دي العجين غدي شديته وعملتوا كويرات اللي تكون صغار يعني أنتوا ما غدي تشكلوهم على يعني الشكل اللي بغيتوا كويرات اللي بغيتوا يكونوا صغار بزاف أو لكبار سوفي غدي نبقى على هالطريقة هادية يعني حتى نشكل كمية دي العجين كاملة فأنا هني افضلت أني نقسمها على جوج ونخرج منها جوج أشكال يمكن لكم تخرجوا منها غير شكل واحد سوفي هنا يا من بعد ما عملتهم كويرات بهذا الشكل هذا غدي نديرو متاوما في اللاطة دي الفرن من بعد ما تطيب لي يلا طال لولا غدي نديرو متاوما في الفرن اللي تكون صغون على نار اللي كتكون مهيلة يعني باش كيخرجوا لكم مقرمشين وهنايا من بعد ما خرجت اللاطة من الفرن من بعد ما طابوا القريشلات يكونوا على هات الشكل هادا هنا يعني ضروري ضروري خص الفران يكون يعني سخون ويطيبوا على نار اللي كتكون مهيلة يعني باش كيبقوا لنا مقرمشين المدة اللي كتكون طويلة يعني من تزربوش عليهم في الطياب فاخذليهم يطيبوا على خطرهم وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما خرجتهم تبقى تقطعه ما كي تقطعه ضغية وهذه اللاطة الثانية او لديك العاجل اللي عملناه مكوارة ثم يكونوا على هذا الشكل هذا من بعد ما طيبتهم يعني حتى هما طابوا على خطرهم على نار اللي كتكون مهيلة كنشعلو لهم من الاسفل تاكي طيبوعد كنشعلو لهم من الفوق وكيف ما كنشوفوا معايا كيفاش كيجيوا يعني كيجيوا محمرين يعني تياخدوا يعني الوقت ديالهم في الفرن وضروري كيف ما كنت لكم ان الفرن يعني يكون مهيل مهيل ودخلوا متكي يطيبو على خاطر خطرهم ويمكن لكم يعني تعملوا غير الطريقة الليلة راها سهلة يعني كتتتسرحوا لاطة وحدة ولا جوج لاطة وكتقطعوهم وكتدروهم يطيبو فكيوجدوا معكم يعني بسرعة كيف ما شفتوا معايا وكتحصلوا على واحد الكيمية اللي هي كتيرة وكان هذا هو الشكل ديالهم النهائي كيف ما شفتوا معايا كانت بنا ان الفيديو ديال يومين الاعجاب ديالكم والعجبكم الفيديو ما تنسوش تخليوا لي لايك وتعليق وإلا كنتوا اول مرة كتزوروا القناة ما تنسوش انكم تشتركوا فيها بالضغط على زل الشراك الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل زل الجارس باش توصلوا بوصفاتي المقبلة وشكرا لكم على المشاهدة وإلى فيديو قادم ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة